يعاني مربو الأبقار للنحية الشرقية بولاية بومرداس من ندرة الأعلاف أو ما يسمى بالنخالة وبالرغم من توفرها لدرجة تفوق والطلب إلا أن الكمية المسموح بيعها للفلاح تبقى مسقفة بأربع كيلوغرامات فقط للبقر الولود وهو الواقع الذي سيؤدي حسب مربو الأبقار إلى تخلي الفلاحين عن مهنتهم خاصة بعد تكبدهم خسائر كبيرة في الأونة الأخيرة والبحث عن مصادر رزق أخرى من شأنها أن تأوي عائلتهم يوكلوا به العجمي بشي سمال بعد هذا النخالة يطور بعاء يطور بعاء كيلوغ للبقراء والعجمي العجمي ما تكفيش وعليش ما تخدموها شانا في بومرداس؟ وين؟ مكشة؟ مع النصح هنا ونزروا القرطي ما هذا لا تشفيه من جهته رئيس تعاونية الفلاحية لتربية الأبقار الحلوب بيدلس أكد في حديثه للبلادنا الإدارة هي المتسببة الوحيدة في الواقع الذي يعيشه الفلاح من مديرة راي تطبق القانون تقول لك أنا ربعة كيلو على البقرة لعندها إدونتيفيكاسيون فقط لو كان يزيدنا النخال على ربعة كيلو تقول لك ممنوع تقول له ما تعطيها لهمش ومبعد الديركتور تارحى هذا لازم يبيع النخالة تعاون كيش يدير مدالي سبيكيلاتور وسبيكيلاتور كي يديها مضاربين كي يديها يعاودي بحل فلاحة عنا هذا وتبقى مسؤولية والمصالح الفلاحية في بوردس قائمة لوقفية لعب بالأعلاف على مستوى الولاية وملع توجيهها إلى السوق السوداء